مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الجزائري لتساؤل عن قيمتها كم تساوي مع الدنار ليكشف خبراء أن قيمتها ولو أنها لا تزال غير محددة مع الدولار واليورو مثلا وباقي العملات إلا أنهم كشفوا أن قيمة ورقة 100 عملة بريكس تساوي حوالي 7000 دينار جزائري أي أقل من الدولار بالنصف وهذا الأمر إن تم تسريع تعامل بها خاصة بين دول بريكس الأهضاء سيعطي فرصة كبيرة لهذه العملة الجديدة الموحدة ليكون لها مستقبل كبير ومشارق مهيما بالخصوص خاصة وأن هذه الدول أغلبها منتجة للغاز والنفط ويمتلكون اقتصادية ضغمة عازمون أيضا على ما يبدو على كسر أي هيمن لأي عفلة أخرى ففي التطور الجديد مع عرض الرئيس بوتين على الورقة النقلية الرمزية والجديدة لدول بريكس المرتقة بتعامل بها سواء لأعداء المجموعة المباشرين أو المنضمين لبنك بريكس بينهم الجزائر لا تنضمت كما هو معلوم لبنك مجموعة بريكس ولم تنضم لمجموعة بريكس بحديدتها مباشرة رغم دعوات المجموعة لها أما وبسبب عدم الدخول الآن هو رفض الرئيس بولي الأمر بتأكيده أنه طواكليا أمر دخول للمجموعة واستبدل ذلك بأفكار وأهداف وتوجهات أخرى مكتفيا بدخول بنك بريكس وهو الأهم حسبه ولعل وضعهم لإسم عدم الجزائر في العملة وخير مثال ما يبرز الدور الجزائر كعدو مهم في بنك بريكس كما أنها خطوة من الدول الأعضاء بهذه العملة بمباتابس محاولا لتقليل اعتماد على الدولار الأمريكي حيث يمكن أن تلعب فعلا دورا في التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في مجموعة وبنك بريكس تعزز هذه الخطوة من مكانة الجزائر في ساحة الاقتصادية العالمية وتشير إلى تطلعات دول الأعضاء لتطوير نظام مالي متنوع ومستقل عن الهيملة التقليدية للعملة الكبرى فيبدو أن هدف الرئيس بون الرئيسي حاليا هو التعامل والشراكة المنفردة مع أعضاء مجموعة بريكس على انفراد بطريقة أسهل ومباشرة وغير تقليدية عبر بنك بريكس انفتاحه على التعامل بالعولة الجديدة مستقبلا للتحقيق تجربة قد تعطي فرصة كبيرة للعديد من الدول النهوض باقتصادتها مع العلاقات القوية التي يبنيها بالخصوص مع صينيين وروز للعنف إن الرئيس بون رفضه حاليا دخول المجموعة جاء لكونه انزعج سابقا وغضب كثيرا عندما تعم رفض الجزائر سابقا على إطر قيام دول أو بالأحرار دولة معينة حسب ما أشار سياسيون جزائريون أنها الإمارات هي من ضغطت وشوجت وكانت وراء ذلك الرفض والجدل الذي حدث عن وضع الجزائر ملفها للدخول ما جعل العلاقات الجزائرية الإماراتية تتوتر أكثر حينها لكن الإمارات لم تكتفي بالمخطط وتحركات في المنطقة بل وصلت لحد درب المصالح الجزائرية دوليا لكن ورغم ذلك أكدت بون أن أصلا عدم دخول الجزائر حينها اتضح أن فيه فائدة كبرى وأعطت للجزائر استفاق كبيرة ونهضة شاملة وتوجها اتضح أنه أحسن بكثير حاليا يعتقل أن الجزائر ستظل فقط في بنك بريكس وسترفض دخول مجموعة رغم كل دعوات لها من روسيا والصين في انتظار إن كان الرئيس بون سيقبل الدخول أو لا والأهم الآن مع بنك بريكس والعملة الموحدة التي من شأنها أن تشكل فارقا وكما ذكرنا فإن قيمة الورقة النقلية من أفريكس قد تقارب حسب التقديرات قيمة سبعة ألاف دينار جزائري تشمف جاءت بالجملة وتقيل عن المنظومة التي لا طالما انتظرتها الجزائر ولماذا الجزائر وحدها من ستملكها والسر وراء ذلك وهذا ما فعله قائد الجيش الجزائري شنغريحة في موسكو بداية وفي خرجة مدوية تصنع الحدث كشفتها العديد من الصحف العربية والأجنبية تخص تحديدا أحدث منظومات في روسيا ودخلت حديثا للخدمة بجانب التساؤل عن سير منح الجزائر الأفضلية والأولوية في بيعها لها يأتي هذا بالتزاون مع الزيارة التي صنعت الحدث لشنغريحة قائد الجيش الجزائري وعقده لقاءات مهمة جدا وإبرامت فقياس وبعت للتعاون في المجال العسلري التي تعاهدت القادة هناك بأن الجزائر من أولويتهم ومستمرون في تعاون معه حيث تحدث عن كو الجزائر ستصبح أول دولة تقتني منظومات S500 الروسية في العالم وهي التي كانت من الأوائل الذين تحصلوا على منظومات S400 ادل الأمر سريا رغم أن الجزائر حينها كانت اقتنتها ودخلتها الخدمة لسنوات ولم ترغب الجزائر في كشفها ولا الإعلان عن الصفقة كما أشارت ذات المصادر حسم الجزائر شراء طائرة الروس الأكثر تطورا وهي من الجيل الخامس سوء 57 التي ينطر أن تدخل الخدمة حسبهم بعد عام 2025 والكثير لم يكشف بعد من سياسة الجيش الجزائري الصارمة في السرية ولم يكن من الممكن معرفة بالضبط ما هو العتاد الذي اشترته الجزائر لأن وزارة الدفاع الجزائرية لا تنشر مثل هكذا المعلومات إطلاقا وتعتبر واحدة من الأكثر إغلاقا في هذا الصدر فهذه ميزة فاردة للجزائر لأنها لا تكشف عن أسرارها ولا أسرار عتدها ليظل الجيش لغزا صعبا وعصيا على من يحاول التجسس عليه نحيك عن كون هذه السياسة تدعو الأطراف التي سخطت الدد للجزائر في حيرة من أمرها ولا تعرف كامل أوراق وقوة الجزائر كاملة لأن الجيش الجزائري يتعمد عدم كشف كل قدراته وهذه خطة بميزة وذكية سيكون صادما ومدويا لأي طرف في حال ما إذا حاولوا الاقتراب واختبارها وذكر محللون أن بوتين معجب بسرية والانغلاق التام للجيش الجزائري بخصوص صفقات وسيريتها حتى بعد دخول أي منظوم الخدمة ومضي عليها سنوات يظل كل شيء مبهما ويصعب اكتشافه وعرضه للعلن فحسبهم هذه الميزة تجعل الروس يبيعون أي منظومة للجزائر بكل تقى وأريحية بأنها لن تكشف للعلن من جهة وأنها لن تسقط في أيدي غير آمنة لأن الجزائر ستحافظ عليها فهي دولة ذات سيادة وأهل التقى ولا تخدع من يتق فيها وحلفائها وخاصة الذين تعملوا معهم بمصالح مشتركة لأن الجزائر محيدة مع كل أطراف وتتعامل معهم كلهم بينهم دول غرب الجميع يشهد للجزائر بصدق نويها وإخلاصها وحلفائها الجميع يشهد للجزائر بصدق نويها وإخلاصها وحفاظها على سيادتها والحياد التام ولا تقبل أي مسوام وأن تكون ورقص داخل طرف على حساب الآخر لهذا نشاهد كل خصوم من القوى الكبرى يتعاملون مع الجزائر دون أن تجد للجزائر ولهم أي إشكال نظرا لحيار الجزائر التام للعنف إن بوتين وفار لقائل الجيش الجزائري منذ وصوله هناك كل سبول الراحة وترحيب وعرض كل منظومات واللقاءات العالية مع كبار القادة الروس وعلى رأسهم قائل الجيش ويغو الإمارات تنقلب فجأة على محمد سادس ويتخذ إجراء غير متوقع لإقناع رأي سبون ولماذا أجل وزير الخارجي أحمد عطاف الخطوة وعلاقة ذلك بالتقال منهار مع بن زايد بداية وفي خرجة غير متوقعة كليا الإمارات تسريع لمحاولة خفض التوتر وسير لأول مرة عكس سيار الملك المغربي محمد سادس بعد تصعيد غير مسبوق من الجزائر وتوجيه ضربات عديدة من الدبلوماسية الجزائرية بقيادة أحمد عطاف للمسؤولين الإماراتيين بعد كشف كل مخططة الإمارات والتلويح بكل خيارات والردود في ردعهم وإيقافهم لوضعهم عند حدهم وإعلان رفض أيمس بالمصالح العليا للبلاد من أين كان خاصة وأن الإمارات حاولت ضرب علاقات الجزائر مع عدة دول إفريقية وعربية بالخصوص في منطقة الساحل لكن ومع ردد الفعل غير مسبوقة من الجزائر دادت الإمارات بعد صبر طويل دام لسنوات وصمت الجزائر على كل مخططات والإستبزازات حاليا الإمارات فوراً